اهلا بكم ضيفة هذه الحلقة من برنامج بلا قيود فنانة تونسية تعيش في المهجر ورغم ذلك ارتبط اسمها وفنها بالثورة التونسية يلقبونها في فرنسا بصوت الياسمين اما في تونس فيختلف المتابعون حول تمييزها وابداعها وقيمة ما تكتبه وتلحنه وتغنيه فنيا ضيفتنا هي الفنانة تونسيام المثلوثي اسألها عن منجزها الفني حتى الآن وعن موجة الغناء للثورات في تونس وخارجها والقيمة الفنية لما تؤديه العلاقة بين السياسة والفن وعن رؤيتها لتونس اليوم بعد الثورة ومشروعها الفني وطموحها نحو العالمية المغنية التونسيام المثلوثي أهلا بك أهلا أبدأ بسؤالي الأول موجة الشباب الذي يغني عن الثورات اليوم يصفهم البعض بالراكبين على الحدث بل حتى بالمتمعشين من الثورات هل توافقين على هذا التوصيف؟ وهل ينطبقوا عليك أولا؟ أنا ما ننجمش نصفها بموجة على خاطر يغنيوا على الثورة ويغنيوا الغناء الملتزم ما همش برشا قبل كل شيء نحكيه قبل الثورة كأنه قليل مع أنت قليل قليل جداً لونك ما ننجمش تكون موجة الآن بعد الثورة صارت موجة وهناك من يركب هذه الموجة بعد الثورة ما نعرفش أنا نحكي على الناس اللي نعرفهم الفنانين اللي نعرفهم واللي بديت معاهم واللي جاءوا مع تسانوات قليلة قبل مجيث الثورة أنا بديت قبل الثورة أنا بديت نغني في الغناء الملتزم من 2002 بديت نكتب في الأغانية اللي نحكي على الحرين من 2004 لكن الجمهور العربي والتونسي حتى يقول البعض لم يسمع عنك قبل الثورة عفوا بتمعه هذك علش لماذا؟ أين كنت يا أيام بن علي؟ هذك يعني بن علي كان مع توقع أو سنوات القمع الموسيقى هذين كانش نجم تشوف التطلع يعني ويسمعوها الناس وهذك اللي برن على الأغانية الملتزمة قبل كانت تتقلق لكن كنا نسمع عن البحث الموسيقي عن أولاد المناجم عن عشاق الوطن عن المرحلة هناك فرق تونسية ملتزمة ولو أنك ضد التسمية كنا نسمع عنها ومعروفة أين أنت كنت في خضم كل ذلك البحث الموسيقي من الثمانينات مع تدوم الجيل اللي قبلينا أنا تمام الجيل اللي بدأت تقريبا من 2002 حتى 2008-2009 لذلك في الفترة هذيك كان سعيب جدا بيش توصل للراديويت يعني ما كانش ممكن تحاول أنك توصل أين كنت تغنين تقولين أنك تكتبين وتلحونين وتقدمين منذ 2004 أين كنت في المبيتات الجامعية في المناسبات المحدودة أين بالضبط بدنا في الجامعة أو الجمهور بدنا نغني في الجامعة اللي كنت نقرأ فيها وبعد نولي ونشارك ونحكي معتها نحن خاطر كنت فهمة مجموعات كثيرة نعم الموسيقى مش بالضرورة الموسيقى الملتزمة لكن الموسيقى أي موسيقى تجيب في حاجة جديدة في تونس بدنا نعمل في حفلات في الجامعات وبعد بشوية بشوية أنا كونت مجموعة مع رفاق من مثلا من الأسماء من أبناء جيلك؟ من أبناء جيلي ياسر جرادي هو أهم يعني صديق قريب لي بارشا بنديرمان تعتبرين من جيلك أيضا؟ بنديرمان تقريبا في نفس الجيل لكن عرفته بعد عرفته في 2009 بنديرمان لكن ياسر جرادي هو من أول من كنت نتفرش فيه ممكن كنا نسمع عن ياسر جرادي وعن بنديرمان وأسماء أخرى لكن للأمان يقول البعض أنه أمل مثلوثة حينها كانت تهتم بالروك والميتاليك والموسيقى الأخرى وطلعت هكذا فجأة بعد الثورة بسبب كلمة حرة ماذا تقولين؟ ليس صحيح فما بارشا ناس كانوا يسمعوا بي واذا كعليش كلمة حرة عنيتها في شرعة نهارة 22 جانفي في شرعة حبيبوركيبا صدأت إلى ذاك الحدث المهم بن علي ضيق عليك أو نظام على الأقل لم نسمع أنك سجنتي أو ضيق عليك أو ربما دفعت ثمن لهذا النظام الفني والموسيقي ما سجنتش فما بصفة عامة الناس اللي كانوا يعملوا موسيقى الشباب اللي كانوا يعملوا موسيقى مختلفة في الفترة هذه كما كان حتى حتى يتسجن يعني أكبر قمع بالنسبة بالنسبة لنا كفنانين ونحب ونطمحوا بش نعملو مشوارك حفلات هو يعني مش كان متعملش حفلات تلفزيون إذاعة لا تلفزيون لا إذاعة لا مهرجانات تغني 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 لكن قروحك في إطار مضايق جدا طيب الآن يقول البعض بعد الثورات هذا زمن سهل للنضال حتى بالموسيقى ليس فيه ضريبة تدفع ليس هناك حتى الجرء ربما صارت سهلة اليوم ما قولك صحيح فما توا حاجاتك أسهل باسر من قبل يعني أنا كي بديت نكتب في غنيات قبل غنيات كلمتي حرة غنيات كيفما غنيات يزي وغنيات تثنية طويلة وغنيات ظالم ما كنش نسمع أغاني كانوا يتكتبوا فيهم كانت فيهم الجرأة وما كانش مسهل أنك تغني معا تقول يا تونسيا مسكينة في 2005 وكانوا بعض الجرائد يكتبوا يقولوا لكلمات الأغاني متاعها كلمات مبتذلة أنا ما عنديش الحق أن نقول يا تونسيا مسكينة ما عنديش الحق أن نغني على تونس المسكينة في تونس ولا في خارجها نعود الموضوع الثورة هناك من يقول اسمك ارتبط بالثورة حتى هناك من سماك صوت الثورة بعد هذه الأغنية الشهيرة في شارع حبيب ورقيبة في فرنسا في تقديم قاعة لسيجال يقولون صوت اليسمين هذا الارتباط هل خدمك أم قد يذرك هل الشهرة أصلا تعطي حصانة وحماية للفنان؟ بالطبيعة الشهرة تعطي حصانة وتعطي على خطر قد ما يكبر اسم الفنان قد ما الناس تول يتبع فيه الناس يعني الجمهور وفما زد الميديا وسائل الإعلام وسائل الإعلام كي يتبع معاش من السهل أنه يتمثل فنان هذيك وهذيك عليش يزيد يكبر الميساج متاعه لكن أيضا هناك ذرر هنا أن يرتبط اسمه بالثورة كان الثورة تصير أصل تجاري يحتكره أو يوظفه أو يتمععش منه هذا معانت موضوع غالط جدا على خاطر عليش الثورة ما تجيبش حاجة به هي الثورة جبت توا إلى حد الآن ما زلت ما غيرتش الوضع في تونس لكن حلت البيبان لبرشة شباب برشة فنانين مش كان في الموسيقى لفوتوغراف عليش نشوفوا فيها حاجة تجارية عليش نشوفوا فيها حاجة خاطئة بالنسبة ليينة معتش شخصيا اسمي ارتبطت بالثورة على خاطرني غنيت على الثورة من قبل ما تجيب الثورة لكنك قلت أنت فنانة ثورية بالصدفة هل يمكن أن يكون الإنسان صاحب مشروع فني ويصبح فنان ثوري بالصدفة؟ لا عمري ما قلت أنا هذا هنا قالته وكالة فرنسية الأنباء وكثير من المواقع لا فما كثير من المواقع توصف عكس لم تقولي هذا الكلام أنا منيش بالصدفة عمري ما نقولي أنا بالصدفة لا ثورية بالصدفة أنا ثورية مني أنا صغيرة وهذه أكثر حاجة ثورية يعني ما كنتش نقبل أنه يفرضوا علي الحاجات وبشوية كي كبرت لاحظت أنه معناش حتى حرية كشباب في تونس معناش حتى ما كان نجمه نجمه نفجر فيه التقاتم متاعنا والأبداع أنت عفوا نشأتي مثل ما تقولين على الفن الملتزم شيخ إمامو مرسال وحتى تريدين بوب ديلان لكنك ترفضين هذه التسمية الفن الملتزم لماذا أولا وماذا تعتبرينه أنت هذا الفن ماذا يمكن أن تسميه أصلا أنا في بعض الأحيان رفضت الفن الملتزم على خاطر الفنين لن يقضي محصور في إطار حاجة برك أعتقد أنها مغرومة بالغناء والغناء ارتبط بالنظال ارتبط بالكفاح على خاطر في تونس وقتها خاصة بين 2005 و2007 أصبحت ضرورة أن الفن والموسيقى يرتبط بالكفاح على خاطر ما عنيش اختيار واحد يخر ما كنتش عندي اختيار واحد يخرى وخاصة كي نستمع على الفنانين كيف ما الشيخ خمام ومرسيل خليفة كانت عيش قتلك أنا ضد أن أكون بالصدفة كانت الرؤية متاعي واضحة جدا هذا هو اللي حبيت نوصل له حبيت كيف ما حسسني شيخ خمام يعطيني قوة خارقة ويعطيني الأمل ويعطيني التفائل اللي نجم ونعيشه في تونس تكون ديمقراطية وتكون فيها الناس لكل أحرار قلت أنا ببوري زمني نكتب أغاني نعم ونحاول نحسس حينما ترفضين موضوع الصدفة كانت تقللين من الحدث الذي صنع شهرتك خارج تونس ذلك اليوم العظيم في شارع الحبيب بورجيبة حينما صورتك وسائل الإعلام العالمية وأنت تتغنينا كلمتي حرة هذه هي الصدفة هل خدمتك أم لا؟ بالطبيعة صدفة خذر أنا كنت موجودة حبيت نشارك في التكريم الشهدي وصديقتي ليلة بن دبة المحامية والمناظلة شدتني من يدي وقاتل نحب كل يوم تغنينا كلمتي حرة لنحن أنا ما كنتش نحب نشارك بصوتي كنت كمواطنا تونسية حبيت نشارك كمواطنا كي طلبت مني الطلب هذية غنيت غنيت بعفوية بتلقائية وعمري ما تصورت أن الفيديو بشي تنشر بالطريقة هذية وتنشر مع تبديد وسائل الإعلام في تونس قبل كل شيء قاعدوا يحوطوا في كلمتي حرة هذية بالنسبة مش نجاح بالنسبة لي أنا بارك هذية نجاح بالنسبة للفن التونسي جديد اللي عنده صبغة جديدة مش ديما نسمعوا نفس الحاجات في الراديوات وفي التلافس هذية باب تحل بش أي تونسي أي شاب تونسي نجم يكتب لكن هذا الفن عفوا الجديد وهذا الباب الذي فتح يرى البعض أنه لا يحمل أي مقومات جمالية فنية وأن النضال أو حمولة النضال فيه أكثر من الجماليات الفنية أنت مثلا تلحنين وتكتبين وتغنين وتوازعين ربما هل درست موسيقى أصلا؟ أنا ذكر عليش حبيت نرجع لك ضد في بعض الأحيان نرفض الموسيقى الملتزمة أخذت الموسيقى الملتزمة ارتبطت اسم موسيقى بملتزمة بموسيقى ما هيش تعتمد على الكلام تعتمد على الكلمات أكهاو لكن أنا في موسيقتي نخدم برشا على اللحن نخدم برشا على التوزيع نحاول نثري نحاول نجيد ونحاول نضيف الموسيقى نحب نوصل أن نزيد حاجة نقاش نغني بنفس الإقاعات الموسيقى لكن موسيقى الموقف أو غناء الموقف السياسي والاجتماعي والنضالي حتى يحتاج فيما يحتاج إلى الكلام أولا البعض يعيب عليك اكتفائك بنفسك لم تتعاوني وتتعامل مع شعراء معروفين بنصوص قوية وكلماتك أو كلامك التي تلحنينا ضعيف يراه البعض بطبيعة بعض نحقق الجماعة الرؤية الفنية ديما سبجيكتيف فما نفس الحاجة فما تناجم تعجب ناس فما ناس تناجم تعجبهمش وهذه هي زادة للحرية وكل إنسان يختار الفن الذي يعجبه ويختار نوع الموسيقى الذي يعجبه أنا كتبت بارشا حاجات خاطر نحب نعبر علي في وسطي لكن قد يرى البعض هناك استسهال أن تحبينا الموسيقى وتحبينا العزف والمسرح والظهور ركن وتلحنين أيضا اشتغالك على النص يبدو ربما قليلا أو تم حالة اكتفاء بالذات وكأن هناك تضخم للأناء يغنيكي عن كلام الشعراء المجيدين هذا ما يعاب عليك ساعة مشتحة أنا تعاملت مع شعراء تعاملت مع شعراء شبين كلمة حرة فقط ليست لكي المعروف هذا المعروف لكن فما عندي برشة أغاني يمكن صار اكتفاء ذاتي من وسائل الإعلام اكتفاءوا بكلمة حرة وقعدوا يحطوا في كلمة حرة ما فميش ذي الحاجة ينعب عليها بصفة عامة أنه كي نكتشفوا غنية نسكروا ليب ومعاش نحاولوا معتنا أنا عندي برشة أغاني وكلماتها ثرية جدا مش مش نقول هوم نعم لكن يلزم يعني تعتبر نفسك شعراء أنت أيضا؟ ما نعتبرش نفسي شعراء أنا نحب أنت اللي توصف فيها أنت بالإكتفاء الذاتي هو جسد تعبير ونتعامل مع برشة موسيقيين خاصة من اللي كنت في تونس تعاملت مع برشة موسيقية أكاديمية متأصلة هواية أكثر مني هي هواية وعاصف الجيتار تعلمت مع أصدقاء خاصة في الغرب عادي أن الإنسان يتعلم برشة إليت من اللي هو صغير يتعلم من واحده في الدار يتعلم على الأصدقاء وبالنسبة لي هذه الهواية هي حاجة أصعب وأثرع منك لكن أنت محترف الآن وسنأتي إلى موضوع الهواية والاحتراف دعينا مع موضوع الموجة مرة أخرى الكتابة وضعف النصوص الذي يسمك به البعض لنكون صادقين أغنية شكري بالعيد البعض أوردها في موارد مزاح وسخرية حتى في تونس وقالوا أنها لم ترقى إلى حدث اغتيال القيادي المعارض البارز شكري بالعيد هل ندمت على أصدار هذه الأغنية؟ وهل كان في الأمر شيء من التسرع؟ لم يكن فيها شيء من التسرع ولم ندمتش يعني ترينها تحفة فنية الأغنية؟ ما عنديش ما عنديش ما نسميها أي أغنية نخرجها بعد ما نحس بها نخرجها من قلبي من أحساسي من بعض هذا شيء أخرى تعجب أو تعجب من بعض لكن تشتغلين لجمهور ليس لنفسك فقط ليس تشتغل الجمهور يجب أن تشتغل بصدق قبل كل شيء تشتغل بإحساس لكن هناك فقيد مناضل قتلى ويستحسن أن يكون العمل الفني يرتقي إلى مستوى الحدث شكري ما قتله حد المعتمد والحاكم البعض يرى فيه استسهالا للكلام وأيضا استسهالا للتلحين يظهر لي فهم برشة سوء تفاهم في الموضوع أنا خرجت من حدث سوء فاهم أو سوء تفاهم أنا خرجت من حدث أصار فردايف وقت لي سيب المعتمد في فردايف المعتمد هو عادل المحافظة والحاكم المحلي الذي نقول هذا ما نقصد به ووقت المعتمد كانوا ومشيوا السنترال الإلكتريك وهدوا أحداث ردايف 2008 فالمعتمد قال سيب عليهم الضو وخلي موتوا لكن أليس هذا إسقاطا من أحدث الردايف على مقتل شكري بالعيد والحاكم بعد أم فما واحد من الأولاد توفى بالطبيعة وأمه خرجت كما أقوله في تونس يعني محروقة بالوجيعة وقالت ولدي ما قتله حد قتله الحرس والمعتمد والمعتمد هذه شفناها في مقدمة الكليب للأغنية أنا حبيت نخرج من الكلام متاع الأم هذيكا نخرج بأحيات توا باش نقول راعوا معانتا ما فهم حتى شي تبدأ معانتا قبل كانوا أزلين بن علي المعتمد والحرس هل هو اتهام صريح للحاكم اليوم مقتل شكري بالعيد؟ هو اتهام للسيستام يعني السيستام هو نفسه النظام هو نفسه النظام ما تبدلش وهذا هو اللي صار بيث مع تذكي كيفية الشكري بالعيد خرج ضحية ماذا عن الحاكمين من الإسلاميين اليوم؟ هل تتهمينهم بصريح العبارة؟ وماذا عن حدود موقف الفنان حينما يلامس أو يدخل في السياسة أن يتحدثين في صميم السياسة الآن؟ أنا الرؤية بتاعي كل شيء هو سياسة ما تنجمش يعني الموسيقى هي سياسة الفن هو سياسة وخاصة نحن توا بعد الثورة في تونس كل إنسان مهتم بالسياسة مدامك مهتم ما موقفك إذن من الإسلاميين؟ كانوا عندك مشكل مع الإسلاميين؟ وجاءوا للحكم بطريقة ديمقراطية عبر الاقتراع؟ أنا المشكلة الوحيدة لدي مزج الدين بالسياسة ومعني واحدة لدي هذه المشكلة على خاطر الدين يجب أن يكون حاجة شخصية يجب أن يكون في داخل الإنسان وكي تمزج الحاجة هذية بالسياسة لا يجب أن يكون مجال للتفكير لا يجب أن يكون فيه مجال للمناقشة لكن إسلامي ديني أو يمزج أو غيره لا بد من احترام اختيار الشعب أنت تعيشين في فرنسا في بلد ديمقراطي هؤلاء يجاول الحكم عن طريق الاقتراع؟ بالطبع نحترم الاقتراع لكن الاقتراع حاجة وحل مشاكل التي صارت عليها الثورة في البلاد حاجة أخرى كيف تونس اليوم لم يتحقق فيها شيء بعد عامين أو أكثر من الثورة؟ لا تبدل حتى شيء لدينا حرية التعبير صحيح هذه حاجة به برشا وليت عنا حرية في وسائل الإعلام هذا يزيد حاجة إنجاز كبير يسر وعندكم حرية المرأة وثم مبالغات في الخطوة أنت كامرأة تونسية تخشين على المكتسبات التي تحققت للمرأة اليوم؟ كيف الحكم النهضة؟ بالطبع ديما نخشيه على مكتسبات المرأة وخاصة من اللي بدأت من اللي بدأت ويكتبوا في الدستور كل مرة تخرج بوليميك على مجال أحوال شخصية ومزلنا فهم حاجات من كيف حق المرأة ومزلنا معنى مساواة في حق المرأة تخشين على الفن من المادة السلفي التي تشهده تونس اليوم؟ نخشيه على الفن أحوال شخصية أحداث في العبدالية اعتداء على الفنانين اعتداء على الفنانين أنا قريبة برشة أنا مشيت المهجر لكن المهجر أنا ديما في تونس تقريبا كل شهر شهرين في تونس وعائلتي في تونس وأنا أنا مغتربة نعم قلت أن باريس قربك أكثر للعالمية وذكرت أمثلة شاب خالد ليس لديكم نفس الطريق الراعي والغناء المعروف هل تنوينا شق نفس الطريق نحو العالمية بنفس الأدوات؟ الحاجة اللي نقدر فيها الفنانين كيف ماشي بخالد أنه نشحوا في العالم الكل وهم يغنيوا بلغتهم أنا هذك شنوع قاعد نعمل وذك شنوع قاعد يصير كان غنيتي بالكردي بالتركي بالإسباني أيضا الأغاني نحكي على الأغاني اللي نكتبها معتها مشروع متاعي موسيقتي هي أكثرها بالعربي وبالتونسي وبعد أنا مفتحة على الموسيقى يعني العربية الفصحة ما حظوا المشاهدين والمتابعين العرب عندك مشكل مع الفصحة؟ بالعكس عندي أغاني بالعربية الفصحة كاتبتها أنت أيضا؟ لماذا تتعاونين مع الشعراء؟ أنا أحب نتعاون مع برشة شعراء يعني أنت جيدة في كل شيء في العامي في الفصيح في كل شيء في التونسي؟ أنا ما قلتش أنا جيدة لكن في في فرنسا وفي لندرا في أمريكيا في العالم صفة عامة ما فميش مشكلة أن الفنان معناتها حاجة عادية جدا يخرج جروب أو يخرج فنان جديد أنه يكتب ويلحن لماذا تكون مشكلة بالنسبة في تونس؟ بالنسبة للبعض حتى هذا المزج بين عازفين عالميين وغناء تونسي البعض يرى أقرب إلى النشاز عفون أنت ديما تحكي على البعض اللي رأى النشاز البعض اللي رأى السيء ما حكيتش على البعض الجيد تحصيل حاصلة ذاك يجب تحكي ذاك أنه فما بارشة ناس لا هناك عاشقين لفنك بالتأكيد فما بارشة عاشقين لفني أكيد أحنا نمثل دائما طرف الغابة والطرف الذي ينتقد ودورنا أن نحمل أسئلتهم يجب أن نتمثل الطرف اللي ينتقد لكن النقد الكنستركتيف كيف ما أقوله النقد البناء مش كان النقد اللي ما عنده حتى صحة وما عنده حتى ارتباط الحقيقة لكن الفنان أيضا يجب أن يقبل ويستوعب الهراء الناقدة أو حتى المنتقدة الذوق نسبي طبعا هذيك فما نقد اللي تناجم تتناقش معه ونقد بناء وناجم يزيدك وفما نقد يكون لاذع ماذا عن نقدك ذاتي أنت يقول البعض في زخم الإنتاج والعمل بعد الثورة أمال لم تقف مع نفسها هل تقفين وقف التأمل للاستراحة والنظر والتفكير في مشروعك الموسيقي في خطواتك القادمة هذي حاجة تتراحة تعمل نقد ذاتي؟ تتراحة في خدمتي تتراحة في كي نطلع نغني ومعتي عندي من يخرج الألبوم كلمتي حرة في 2012 وصلنا تقريبا مئة حفلة إذا لم نقف ونحكي مع روحي في الوقت لا نجم نكون فنانة عندك سعي إلى العالمية صريح وبأي ثمن؟ السعي نحو العالمية من اللي بديت نعمل في الموسيقى بأي ثمن؟ ليس بأي ثمن أن تغني بلغات العالم؟ لا، المهم أن نقعد صادقة مع نفسي ونكون الشعلة اللي أعطتني القوة بش نغني وعطتني الروح بش نغني بش نكتب إذا ما تقعد هي نفسها إلى حد الآن هي نفسها وأنا مغرومة بالغناء وحتى يعني نجم نغني حتى وحدي ما عنديش مشكلة بدون آياتنا قوة الصوت هذا أمر مشهود لكي به؟ نقصد يعني نجم نغني حتى وحدي بيني وبين نفسي يعني في الشارع ولا في المنزل يعني المهم مش أنك تغني بأي ثمن قدام جمهور يجب أن تكون عندك أنت شغف الفنانة التونسية أمال المثلوثي شكرا على رحابة صدرك نشكرك على هذه المقابلة شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر